من جوانسبرج مشاهديننا كنا نتابع كلمة رئيس ماجلس الوزراء مصطفى مدبولي كلمة مصر التي ألقى نيابة عن فخمة الرئيس عبدالفتاح أسيسة التي تحدث فيها مصطفى مدبولي عن أهمية توسية عضوية البريكس على أنها طبعا الأكثر فاعلية على المجال أو المحيط الدولي كما تحدث أيضا عن جهود مصر الخاصة بتوثيق علاقات بدول الأعضاء في بريكس وأهمية ذلك العمل الذي اتخذته مصر أو النهج الذي اتخذته مصر في توثيق علاقاتها مع دول البريكس كما أيضا أشار إلى انضمام مصر في العام 2021 إلى بنك التنمية وهو البنك الذي تم إنشاؤه تحت مضلة البريكس كما تحدث أيضا دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على رؤية مصر التي حددها في أكثر من نقطة أكثر من محور تحدث أيضا المحور الأول تحدث عن أزمة الغذاء وعن أهمية تنسيق الجهود لتلبية حاجات الدول النامية عن طريق العديد من المحاور المحور الأول هو محور الزراعة ثم محور الصناعة وأهمية أيضا التكنولوجية وطرح مصر كمركز عالمي لتخزين الحبوب أيضا تحدث عن الأليات المالية الأكثر عدالة وتحدث هنا في هذا الصدد عن مبادرة تحالف الديون وهي مبادرة بتهدف إلى مبادرة الديون بمشروعات تنموية أيضا تحدث عن أهمية البناء على مخرجات قمة كوب 27 التي عقدت في شرم شيخ قمة المناخ السابعة والعشرين وأيضا طبعا تحدث أو ركز عن أهمية تتشين الصندوق الخاص بدعم الدول النامية والتي تضررت من مغبة التغير المناخي أيضا تحدث عن أهمية إعلاء قيمة المبادئ الخاصة بميثاق الأمم المتحدة فيما لوصل بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تحدث أيضا عن أهمية التهدئة أهمية الحوار أهمية التفاوض وأهمية السلام والأمن لتحقيق المصالح الاقتصادية والتنمية أخيرا تحدث عن تعزيز التعاون المشترك والاستفادة المشتركة ما بين إفريقيا وبريكس أهمية التفاوض أهمية التفاوض وأهمية التفاوض أهمية التفاوض أن تحدث عن أهمية التفاوض